السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمهورنا الرياضي مرحباً بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم دائماً في قناتكم كالعادة رجاءً إخواني الجزائريين دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة أخينا رأيك في التعليقات يعني بكل حرية لأنه نعلم أن هذا الفيديو يتعرض للحمد الإبلاغات كثيرة كما كل فيديوهات نفتح فيهم الألعاب الكاف وألعاب توزي لقجع وعدم قدرة المغرب على تنظيم أي تظاهرة وأنه همها الوحيد كان يقصى الجزائر كان همها فقط عدم فوز الجزائر بأي تظاهرة هو فقط أما الشيء آخر والله لا يهمها بتاتاً إذا كان المغرب ستنظم كهس إفريقيا أم لا همها أنه لا تنظمها الجزائر ولو أن الجزائر انسحبت قبل إنشاء هذه اللجنة المزعومة على أنها محايدة باش تدرسلنا الملاعب والله ممكن جداً كالمغرب يسحب ترشح انتاعو لأنه همه الوحيد أن الجزائر لم تفوز بأي تظاهرة لأنه يخشى أنه لو ينظم الجزائر كأس إفريقيا راح يصرع له صعوبات في التنقل راح يصرع له ممكن يسبه هذا الفئة الجزائر وممكن 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 لذلك كما درنا الفيديو السابق وقلنا لكم بأدالي تقرير من قلب المغرب وكل أفريقيا تكلمت عليه هو تقديم 20 مليون دولار من فوزي لقجا على الكاف لدرب البلة كبيرة بعد هذا فوزي لقجا يخرج ويقول لك أنه ملعب محمد الخامس سيكون ضمن الملاعب التي ستحتضن كأس إفريقيا 2050 في 2025 في إشارة واضحة على أنه اللعب كان مخدوم سألافا ولا داعي يعني باش تعيوا روحتيكم الآن رسميا حسب مشاه واضح أمامكم أنه رسميا تأجيل المغرب هذا الشيء واقعي لكن حبيت فقط تعطوني يعني تعقيب على الصور شفوا الصور اللي وهي أمامكم صراحة هذه هي حال الملاعب انتع المغرب الغير الجاهزة يعني هل ترى هل الملاعب راح يتجهزوا على عام ورح يتجهزوا على عامين أصلا أظن أنه من الأحسن إلغاء كأس إفريقيا بالمغرب ومنحها إلى كوديفور أو منحها إلى الكاميرون لأنه إذا كنت ظنوا أنه الجزائر راح تنظم كأس إفريقيا ورح تفرح بعدم تنظيم المغرب لكأس إفريقيا فأنتم مخطئون لأنه الجزائر عندها همها الآن همها الوحيد هو كيفية بناء منتخب وطني جزائري جديد بعد النكسات المتتالية لتعرضنا لها وكان أيضا من نصبه النكسات يعني يسوء الحظ كان أيضا شراء الذمن وشراء الحكام والرشوة الحكام من ضمن الأسباب لخلات الجزائر أو خلات المنتخبنا الوطني الجزائري ما يحصدش الكثير من النقاط على يعني هذا لا يبرر أننا صح كنا بعد نوعا معنا الإطار لكن التحكيم كان أيضا سبب في إقصائنا من كأس العالم وخروجنا من الدور الأول من كأس إفريقيا دائما ما أطرح السؤال ولحد الساعة المغربة لم يعطونا الإجابة يعني على أي أساس تريدون تنظيم كأس أمم إفريقيا وأنتم تدركون صراحة أنكم لا يمكنكم تنظيم كأس إفريقيا الآن ما هو شعوركم بهذا الخبر المذل؟ ما هو شعوركم الآن لما أنت تفعل كل شيء من أجل تنظيم كأس إفريقيا؟ من بعد يعني فوزي لقجع يقول لك ما نشقدر ننظم كأس إفريقيا ثم يجي بيان أنه رسميا تم تأجيل كأس إفريقيا يعني ما هو شعوركم؟ يعني ألا تخجلون الآن من ترشوحكم أصلا لكأس أمم إفريقيا؟ أو صح التعبير على أي أساس تتباهون تتفخرون أننا نظمنا كأس إفريقيا لأنه أذكر عندما تم الإعلان عن هذه التظاهرة خرجتوا تستشفوا بالجزائر ونحن قوة ونحن ملاعب عالمية وملاعب يعني صراحة هل هذه الملاعب والصور اللي رأي أمامكم راح تستضيف فيها لجوم العالم؟ صح التعبير؟ يعني سؤالي في الصميم هل هذا الملعب يعني أنتم اللي نويتوا جيبوا فيهم اللي استهار باش يلعبوه هنا؟ عادكم ما عدا ملعب واحد اللي يستضيف في المنتخب المغربي أما الملاعب كلها تشبه ملعب نافة بركان المغربي كلها ملاعب صغيرة محلية يعني لا تتساري أكثر من 20 متفرج أو أقل ويبقى دائما السؤال مطرحه دائما أطرحه في كل مرة ولكن لأحد يجيب مفاده أنه على أي أساس على أي أساس هذه اللجنة اللي كلفتوها لأنه مقر تحام مراكش وأكيد راح تكون راح توجه إلى مراكش يعني السؤال يبقى مطرح لألكاف ولكل مروق يعني يجبنا على هذا السؤال يعني في رأيكم هل هذا الشيء عادي بالنسبة لكم أنكم لما تشوفوا ما عدتكم أصلا إمكانيات ومديونية كبيرة مديونية كبيرة صراحة رأي ويعيشها الشعب المغربية تعيشها أو يعيشها الشعب المروقي صراحة يعني رأيهم في النازعات صراحة بق بؤس وفساد ويعني أعطيها بقية كبيرة ثم تمنح أموال كبيرة لمن الكاف لماذا من أجل تنظيم كأسة أفريقية وعدم تنظيمها اللي ينظيمها الدزائر أو السؤال دعونا من السياسة يعني السؤال أطرحه دائما ليريد أن الناس اللي عندهم ثقافة يعني يجاوبونها تكرم الجنب المروقي لأنهم يريدون إخفاء الحقيقة يعني على الأقل كونوا في دقيقة في 60 ثانية كما نقول الصديقين من أنفسكم الجزائر قدمت ملائب جاهزة أيضا بعض الدول وأيضا المهرب قدمت ملف تقول فيها أنه لحد الساعة ما عندناش ملائب هذه الملائب رح نريبوهم لأنهم غير مطابقي لمعايير الدولية ومعايير السلامة وقوانين الفيفا لذلك رح نريبوهم ورح نبنو ملائب وهذه الملائب شوفوا في الورقة يعني صور وأشكال ومجسامات تفوز صراحة على ملائب جاهزة بالنسبة لبعض الدولة على غير الجزائر المرشح الأبرز يعني هذا السؤال اللي صراحة في كل مرة يعني نطرحه ولا واحد مره كي جاوبنا عليها كل ما أطرح هذا السؤال إلا ونلقى يعني خروج تام عن الموضوع أو السبوشات اللي لا عنده لا علاقة مع موضوعنا لا شو نتكلم عن خروج القدم لا شو نقول لك أنت وأنت وأنت لا نتكلم عن الفساد الفساد بأم عينه يعني انزعتوا كأس إفريقيا من الجزائر ظننا منا أنكم ستنظمونها ثم يعني لكم تشوفوا ركم تتخبطوا في المشاكل الداخلية اللي أثرت سلبا على تقدم المشاريع في المروق بسبب عدم جاهزة الملائب عدم وجود أموال وجود عاملة صراحة براهم ما كاش يعني تنحوا من الشعب المروقي الفقير مش تروحوا وتعطوهم الكاف على باش يقول لك راح تنظم كأس إفريقيا هذه فقط كرة قدم هذه فقط رياضة يعني ماشي هي كل شي لكن على عمومة ما خليتوا الأمورات الحساسة خليتوا الأمورات اللي لاتم تصرفوا فيها دراهم صراحة وراحين فقط تروحوا إلى كل شي يعني دير الجزائر عينيها عليه إلا وأنتم تنحوا كل شي لأنكم تدركون أنه ستخطف الأنظار مثل ما خطفته في الشعن الأخيرة بإجماع العالم أنها شعن أفضل من ألكان لكن هذا هو هدف التحكم يا فوزي لقجة عدفكم أن الجزائر تبقى دائما يعني متنظم حتى شي وحنا نفوز بكل شي ليريد أن يتباهى بهذه الأمورات تباهى بوش قادر تمت صراحة فوق أرضية الميدان وش قادر أسكد عندك صح ملاعب راح تنافس بها نحن عدنا ملاعب حقيقية صرفنا أموال وعينينا في الجزائر من فوق داني الملاعب وقت السابق لكن الحمد لله جاءت حكومة جديدة جاءت ناسخ جدد جاءت وزارع جدد خدمونا الملاعب الآن معداش مشكلة مع الملاعب عندنا يعني حاليا 6 ملاعب في المستوى العادل المنتخب نتعني يلعبون يحب لكن أنت وملعب واحد ليستضيف فيها المنتخب المغربي مع أنه ملعب ليس أصلا مغطى يعني لو كان يعني يجي يعني أجواء يعني شتوية يعني ولا يجي مثلا عواصف المبارك لن تلعب صراحة هذا هو حال يعني الشعب المروك هذا هو حال فوزي لقجع وثم عندما نندد بالكولاسة وعندما نندد أن هناك أشياء خارجة يعني عن نطاق الرياضة وهناك ضرب يعني للجزائر واستهدف الجزائر مباشرة يقول لك لا إحنا فوزنا بعرق جبينا وإحنا نخدمه وإحنا من نريب فقفوزي لقجع إحنا نرده فوق أضاية الميدان نرده في المؤسسات العمومية لما رح إلى الميصر مؤسسة الرسمية أقصد هو يقول لك احنا نتكلم بليسان الكاف هاك يعني قلت أنه ماناش قادرين نظمه كأس إفريقيا يعني يعني هذا هذا هو السؤال اللي إحنا نطرحوه أنت على أي أساس قلت أنا جاهز وأنا عندي ملاعب أفضل من الجزائر على أي أساس الآن ما عندكش ملاعب سمارك احترفت بالفشل تلك أك ما عندكش ملاعب صراحة وهذا تحسن حاصل ومازلت تشوفه نكسات أخرى والآن أي ناس ستقام كأس إفريقيا الشهر تلعب فيه بحتى تسجيل الفيديو ما كاش تاريخ رسمي يعني ستتأجل إلى الشتاء أو إلى الصيف كل ما هو يعني آخر معلومات أنه رسميا تأجيل كأس إفريقيا الفين وست وعشرين ربما في ساعة قادرة القادمة أقول ربما رح يكون كاين جديدة عن الموعد والتاريخ وأنا أتمنى أن تنزع من المغرب لأنه ما كاش تطور للأشغال في المغرب صراحة وش كاين في المغرب الأمور هي باقية منذ حول الفين أشهر ذات الفيديو كما هذا تقريبا نفس الفيديو اللي نعود فيه نفس المعلومات اللي نعود فيها الحاجة الجديدة هو أنه رسميا أنه تأجيل كأس أمم إفريقيا وسؤال دائما يبقى مطروح لماذا حرمتم الجزائر لنتنظيمها إذا ما عادكم مش ملاعب هذا هو السؤال اللي يبقى مطروح على أي أساس اللجلة المكلفة بدراسة الملاعب علش لما جت إلى الجزائر تفير فينا حتى أكرمكم الله حتى المراحل وما عدنا حتى وما عدنا حتى فيديو ولا صورة أنها راقبة ملاعب المغرب لكن الآن عرفنا علش ما راقبتش الملاعب في المغرب لأنه ما كاش ملاعب في المغرب صراحة ما كاش كأنها أولو أعطراب والله يا رب يجي بالخير معت أفريق هذا والمشكلة أنهم يدعون أنهم الأفضل ويدعون أنهم أفضل من الجزائر ولكن لما جي ساعة الحسم راقم التوفو تأجي كاس إفريقيا وأظن أنه يجب أن تلغى كاس إفريقيا أو أن تنحى من المغرب تعطى لأي دولة أخرى لأنه لو كان الصبر على المغرب ممكن عامين وما راح نشوفه حتى شي إذن فابنا خابتنا شاهديكونا برأيكم أنتم في التعليقات سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته